السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموضوع عدنا اللي هو soft delete انت عندك حالتين من ال delete في لحظ هذه المعلومات اللي ظهرت عندك لما اجي اعمل ال refresh ألاحظ بقت عندي recording يعني تسجيلين عندي بس هنا أنا عندي كان أكثر من product لما كنت أحذفهم كانت هذه ال product ينحذف من ال data بشكل نهاي يعني هذا النوع السابق نعتبر بال hard delete يعني لما تنشأ أي شي انت فخلي في بالك انه هذا الشي اللي تنشأه رح يتم حذفه من ال database بشكل نهائي ولا يمكن استرداد البيانات هذه لكن في حالة إذا أنت حبيت تحتفظ بالبيانات الآن لدينا القيمتين ضفناهم ولما أجي هنا browse فرح تظهر عندي ال delete الاتيادية اللي احنا أخذناها delete هذي رح يحذف لاحظ بشكل نهائي من database ماذا لو حبينا أنه لما نجي ننشأ معلومة جديدة ولما نجي نريد نحذف في حالات احنا نحتاج أنه نغزن هذه الأشياء اللي تم حذفها مسبقاً يعني ما يتم حذفها من ال database بشكل نهائي سؤال رح يدور فيه بالك طيب أنا لما أضغط delete يعني مستخدم أو أنت لما تضغط delete هذا soft delete رح يمنعك أنه تشوف ال data هذه لما تيجي تعرض البيانات لكن لما تيجي تشوف ال database رح تلقاه موجود soft delete رح فقط يحذف من الواجهة بينما في ال database هي موجودة وتقدر تستردها في أي وقت زين شون نصنع soft delete إذا ما كنا نريد نحذف البيانات بشكل نهائي وأنه ينحذف فقط من الواجهة لكن تبقى نسخة من عنده في ال database ليش أعمل هاي طريقة؟ حالات يصر عندنا أنه لما نريد ندرس حالة المستخدم البيانات أصبحت مهمة جداً جداً مهمة فوق التصور يعني لا تتخيل أنت لا تنزل بمينشور في الإنستغرام أو فيسبوك أو بتطبيقات جوجل لما تجد تعمل delete بتصورك أنه هذه البيانات تم حذفها بالشكل النهائي؟ لا بالطبع من تنشر شيء معين وراها ترجع تحذفها جوجل فيسبوك ما رح تحذفها من database وإنما تحذفها من واجه المستخدم يعني أنت بالنسبة لك تعتبر نفسك أنه حذفتها لكن فيسبوك ما تحذفها حتى تدرس يعني حتى تعرف أنت ليش عمل delete هل عملت delete بسبب أنه عدد الـ angry smile كانت كثيرة؟ هل أنت عملت delete لأنه عدد اللايكات كثيرة كانت أو تكلمت بشيء عن العنصرية أو في شيء معين؟ فحتى يعرف بالضبط يدرس حالة المجتمع طبعا هذا جزء من استخداماتها بس أكو كثير من استخدامات يعني لما يعملون soft delete أكيد هما في بالهم دراسة statistic لهذه البيرات زين خلنا نجي الموضوعنا احنا عدنا product هنا هنا إذا حبينا أنه الـ product يدعم soft delete فأنت أي ملف migration أي ملف migration أنت تصنعه هنا إذا حبيتها يدعم soft delete فرح تقول له table يؤدي إلى soft delete بس بهذه الصيغة و soft delete هو function delete طبعا function هالشكل تضيفه وانتهى الموضوع ما عندك شي آخر بس إحنا كون أنه نعرف أنه هذا الـ migration إحنا شغلناه أصلا فلازم نصنع شنو migration جديد إذا هذا هي الفكرة أنه أنت تصنع migration جديد بدون الحاجة لموديل يعني هنا for example make migration add soft delete to products table يعني تريد تضيف soft delete إلى من إلى product table بس وأيضاً تقدر table وأيضاً تقدر شنو ناقص ناقص table تحدد اسمه table يساوي جسمة products products enter هذا رح يصنع لك فقط ملف migration واحد وايضاً هذا رح تلاحظ أنه تأكد اسمه table و products تجي أضيف هذا الحقل اللي تريد تضيفه جديد اللي هو اسمه soft delete نجي نعمل أسايف و php artisan migrate enter و can you find input rtisan php rtisan اح تمام rtisan فبهذه الطريقة احنا اضفنا الحقل الخاص ب ال soft delete طبعاً ارجع اقول يعني انت بالنسبة لك لما تخلق migration جديد مثل هذا table اذا بعدك ما عامل ل run migration فعلي تجير تضيفه هنا بس اذا احنا مثل حالتنا product اضفناها فممكن تضيف عامود جديد لنحن نعرف انه هذا رح يضيفه فلما اجي هنا ال SQL server and mysql عفوان فألاحظ انه يظهر لي عامود جديد اسمه deleted at اذا deleted at مضافة فهذا رح يعرف اللارفل انه انت قمت بحذفها فلا حاجة لإظهارها للمستخدم زين هاي طرف طرف اخر احنا نعرف انه ايه احنا 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 مرح نتكلم ويا ما عدنا اي مشكلة بيه بس لكن هنا لازم نذكر للموديل انه انه لما اجي اعمل delete use soft delete دليت دليت ليش حتى يفهم انه احنا جاي نريد نستخدم soft delete اضافة لذلك لازم ننادي على المكتبة مالتا فهو بال illuminate database eloquent وهنا soft deletes وهنا نجي نذكر في داخل class استخدم soft deletes بعد ذلك اقدر اقول هنا protected dollar dates يساوي لي array في داخلها شنو اسم العمود اللي قام بعملها deleted at هذا اخذ اسمه اضيفه هنا حتى يعرف انه حالات الدليت رح يصير عن طريق من؟ عن طريق الصوت delete جميل ارض البيانات رح يكون باستخدام من؟ هذا كله اوقفه اجي على الكمترولر ارض البيانات عادي ما عندي اي مشكلة هنا هنا وينه وينه؟ هنا all وينهم؟ هذه هنا ما يحتاج اغير ايشي يعني يبقى مثل ما هو بس لكن شنو عندي؟ احتاج الى الى function يظهر لي او يعمل لي delete لاحظوا هنا ما عندي هذا الـ destroy الاعتيادية اقدر هذا اخذ copy مثلا واجي اعمل هنا paste هذا الـ function رح يكون شنو؟ soft delete او delete زين؟ اسمي مثلاً soft delete وهذا رح ياخذ id حتى اعرف بالضبط ايا product انا لازم احذفها فهنانا الـ product شاحتاج اعرفه منجي باستخدام الموديل اللي هو وين؟ اه هذا هذا اخذه مثلاً انزل الى الاسفل يام soft delete تعال هنا شا تقول انت؟ product ادخل على product زين؟ and find في عنده function اسمه find يعني قم بايجاد بايجاد ماذا؟ هذا الـ id لانا اريد احذف مثلاً انصر واحد فبالdelete ما نحذف كلتهم نحذف واحد واحد فايجي لبليه زين؟ بعد ما يجي لبليه اقدر رأساً اشغل function delete delete function فهالشكل طبعاً هي ايضاً اقدر اعمله هذا احذفه اقدر اعمله اقدر اعمله الـ products وبعدين اظهر للـ note ما عندي مشكلة فهنا رح يجي للـ products model من اقوله products ليش حتى يدخل هنا يدخل في الـ database ويشوف المعلومات كلتها واحدد له find id يعني عندما يكون الـ id مثلاً 3 او 4 او 5 او طائف اركان شتسوي لبعدين؟ يعني اول شي ادخل الـ product table جد لي هذا الـ id وشتسوي له؟ احذفه بس فهذا الـ soft delete هو function جديد احنا عملناها المفترض من عندنا انه انه هنا نجي نعرفه فشون نعرفه؟ بسيط هنا نجي نعمل الـ route نقول الـ route شنو؟ على سبيل مثال get ممكن تستخدموا اياه مثلاً هنا عندك شنو product رح يكون soft مثلاً اسمي soft delete وشنو؟ لازم امرر الـ id حتى يعرف انه هي delete هذا controller شوفوا مادام ما نستخدم resources اذا اهنانا لازم نذكر add واسمي الـ function الموجود في الـ controller اللي هو soft delete بهذا الصيغة فهذا الشكل راح يكون اضافة الى ذلك اقدر انطي له name واقل له مثلاً هذا soft delete oh my god name اضافة الان soft dot على سبيل مثال delete وهذا لازم يكون شنو؟ string هذا اقدر انزلي اسفل عادي فلما اجي على soft delete فرح يقوم بحذفها خلونا نشوف اذا اجلي للـ index هنا وعندي هذا edit اقدر اخذ هذا copy واحنا اجي عمله paste وااجي اقول له شنو؟ soft delete وهنا اخذ الـ name واقدر احنا هنا اذكره soft delete وانطيل الـ id فمن اجي الـ product واعمل له refresh واقف اه تماما لين احنا موقفين serve اوكي expecting وين هاي المشكلة رح اقراها وين المشكلة اه نانا شوف ما حاطين فارزة وانطيلة فاجي هنا اوه وين اوه 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 بالموديل هذا موديل فارزة وانطيلة شوف اشكل حلو رأسا نقرأ هذا موديل صح نعرف انه هنا عندي مشكلة فخلنقول لن refresh اوه لحظة هذا هو soft delete خلي نغير لونهم اكثر انه هنا اقول ل warning راح يصير ممكن باللون البرتقالي والاصفر اوه فهذا راح يكون شنو عندي soft delete لاحظ delete انحذف تمام وظهر لك product delete successfully عندك الان فقط بيزة وابل خلنرجع للداتابيز نتأكد لاحظ بيزة ابل ولازال www موجودة في الداتابيز طيب ليش؟ لانه لاحظ deleted ad انطلق تاريخ فانت لما تجلب البيانات في اللارفول هنا لما تجلب البيانات فهو راح يجيب لك كل البيانات ما عدا ما عدا deleted ad يعني كل البيانات الموجودة في ال داتابيز عندما يكون deleted ad null فليش هو ما عرض لنا www لانه deleted ad ليست null وهذا يجلب فقط المنتجات اللي deleted ad الخاص بها هو null فهي الشكل فهمنا ليش ما جاي يظهر هنا لكن في الداتابيز هو موجود زين لو ردت اني اعرف هذا مكانهم اقدر اصنع واحد اخر مثل الاندكس يعني مثلا هنا اجي ال product هذا الاندكس هو ايضا يعرض بيانات فخلي اجي اقول لك copy ctrl c c c c راح يصنع لي نسخة هذا مثلا اسميه بسلة المهملات trash.blade .blade ولازم يكون .php فهذا اجي ظهر لي اهنا فاقدر اقول هنا على سبيه مثال trashed products و create اوكي تبقي create كيفك والله لا هذا ممكن عمله يرجع لي للإندكس يعني يرجع لي للرئيسية هاته 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 هذا لازم اجي قاني للـ Product Control هذا مو عندي Index اجي اعمل من عنده Copy واجي هنا اقول له Best هذا يجيب للمنتجات كلتها صح احنا اتفقنا عليه الـ Index راح اقول له شنو مثلا Trashed بالـ Small قلنا Trashed Products هالشكل فهذا راح يجلب لي البيانات لكن Products Trashed احنا لازم اذكر شنو لا دخلنا نضغي شوية مسافة احنا لازم اش اقول له اقول له With Trashed حتى يفهم اني اريد Trashed فقط بعدين اجي اقول له مثلا يؤدي الى طبعا هذا With Trashed لازم يكون Function يؤدي الى جيب لي اياه من الاخير للأعلى و اعملي Paginate With Trashed لازم تذكرها شوف هنا ما ذكرنا With Trashed With Trashed راح يجيب لك فقط فقط الاعمدة اللي لما تكون الـ Deleted Add ليست null و انما هي فيها قيمة فهذا الشون راح اعمل اعني خلني جي نقول له Save اذا جينا على الـ Web فهنانا عندي شنو Get هذا اقدر اخذه مرة اللاخ وهنا نقول له الـ Product Trash زين ماحتاج الى ID صح بس Trash وهنا اقول له مثلا Product Trash وهذا الشي يكون الـ Function الي صنعك الجديد هنا بالـ Controller Copy و... وين 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 هنا Trash زين اذا اريد اضيف رابط بداخل هذا فبالـ Create هنا بالـ Index هذا الـ Index ما المنو Index العتيادية مو حالو عاني مو عندي هنانا عامل Button للـ Create اقدر نفسها اقول له Copy وانزل اسفل اقول له Past هذا راح ياخذني وين ياخذني للـ Product Trash اللي هو هذا فاجي هنانا اقول له Product Trash فهنا اقول له Trash Save فمفروض انه يظهر لي التراش اضغط على Trash لاحظ ظهر لي شنو الـ www اوكا وين سأغط على Trash نتأكد هنا ننسينا نذكر ودك مطلخ للإندكس التراش لازم شنو يوديك للـ product وين؟ هذا product لازم يوديك للـ trash وليس الإندكس فهنا product trash وليس الإندكس فإذا جيت مرة أخرى عملت لـ click لاحظ هذا مفروض وداني ليوين للـ trashed product وهي موجودة هنا وممكن أروح للـ products أيضا زين الـ products فيها فقط بيزا وفيها أبل لما أضغط هنا زين هذا trashed وأجي هنا لننشوف إذا هذا with the trash and get مثلا والـ trash هنا حتى لا ينطينا Error للـ products upwards ومرحب ايضا لربع وظبوث ونننسى هنا بالتراش اوكي لحظ هنا save زين وذي تراش او هنا trashed اي think بس لكن لكن هنا دي يظهر لي trash لكن دي يظهر لي ايضا شنو البقية اللي هما اصلا ما حذفهم ليش نحن استخدمنا with trash اذا حبينا خلين نقول هذا copy ونعمل comment اذا حبينا فقط trashed فرحنا نجي نقول شنو only trashed هنجي نعمل refresh لاحظ ظهر لك بس الاشياء اللي انت حذفتهم only trashed هذا رح أبقي لكم ايها with trashed يعني شنو جيبهم كلهم مع الاشياء اللي انت حذفتهم هذا لا فقط الاشياء اللي حذفتهم فهنا مثلا انت لما تيجي كيوزر يحذف هو يشوف انه الاشياء ان حذفت apple احذفها لاحظ اختفى لما يجي على تراش سلة المهملات رح ألاحظ انه www و apple ايضا موجودة trashed هذا ال apple home نجي لتبيتزا نقول delete لاحظ اختفت لما نجي للتراش نلاحظ البيتزا ايضا ظهر www apple اختفت هاي soft delete لاحظ هنا ما موجود عندك لكن في التراش هما خلينا نقول موجودين انت كل التحتاجة اذا تريد مثلا انه انت ما تريدت soft delete يعني عسى بمثال delete تريد ترجع مرة اخرى طبعا هذا بالتراش موجود التراش هنا ما تحتاج انه تعمله edit وشو و الى اخر من امور لان هو already trash صار بيها فهذا وهذا delete راح احذفهم زين واعمل رفرش لاحظ هنا عندك ال show ما راح يظهر ايشي ليش؟ لان انت بحكم حاذفها زين ما راح تقدر انه تعمل edit و ايشياء انت بحكمها محذوفة فال show ايضا انت او delete هنا ايضا ميشتغل انه هو already deleted بس نقدر انه شنو نقول له bag نرجعهم مرة اخرى شون نرجعهم لاحظ كلهم صار عدهم deleted كل صار عدة deleted حتى تنقذهم رجع ال deleted الى null فشون اعمل هذا الشي اذا اجي بال soft delete هنا ايضا اعمل من عنده نسخة انزل الى الاسفل كل الموضوع في ال controller هذا اجي اقول له على سبيل مثال اسمي ب bag 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 from soft delete وانطيل ال id يبحث عن هذا ال product يبحث عن هذا ال product الفنكشن اسمه bag from soft delete فايدا نقول له مثلا product bag from trash فنقول له bag مثلا خلال نقول او product bag dot from dot trash مثلا عادة الى الاسميه طبعا الاسم صار طويل جدا ممكن تقصر بشي افضل فانت هذا الرابط تحتاجه فاذا اجيت على التراش نفسها شوف هنا انت تحتاج لل id مو بس الرابط بس تغيرها هذا وهنا شا تقول له مثلا bag دي مالتا اقدر اقول له شنو restore function نجي نعمل له save و نجي نعمل الرفرش هنا trash bag تلاحظ رجع لي اياه trash مثلا bag رجعهم trash bag رجعهم فلما يجي هنا كلهم رجعهم null فاقدر اتبع هالطريقة طبعا انت تستطيع تعمل product attribute مالتا null بس لكن هذا افضل انه بلاين واحد اعمل لك شوف راح يجيب لك فقط trashed وعندما يكون ال id مساوي ال id اللي يعطاك الياه المستخدم اول واحد وهي تضمن انه يجيب لك قيمة واحدة بس ويجي يعمل لك شنو الها restore يعني اعادتها فهذا يعيد احياءها من جديد فهنا تلقى انت عندك soft delete كلهم موجودين وصار عندك trash ايضا موجود فانت بكيفك يعني تلقى ترجع تلقى التراج organization اذا عدنا وهذا التراج المستخدم التابعة التابعة التضمن الكاتب التش Gh Aufgabe ليش احذفها يعني متاخذون source code لاحظ فمن اجي اقولها soft delete فراح للتراش تمام في الاكشن مالت التراش اقدر اعمل hard delete يعني اذا انا فعلا اريد احذف هذا القيمة يعني ما ردي ارجع بعد زين فهنا نقول لها بثلا delete زين ونجي لهنا لاحظوا هذا مصرف delete نقدر ناخذ هذا copy ونجي هنا نقول لها paste شوفو only trust اجي اقول لها only trust هنا انا where id يعني هذا كله اغذى هذا كله نفس الشي زين فقط اللي موجودة في سالة المهملات لما يكون ال id حسب ال id اللي انطاني اياها هذا نسميه حالة شنو بل هل نقول delete نسميه delete forever مثلا فهنا راح يجيب لي فقط اللي تم حذفها من قبل المستقدم عندما يكون ال id مشابه لل id اذا تريد تحذفه من ال database ايضا فاضيف لها force delete function force delete function هذا راح يحذفه من ال database ايضا يعني الان ال trash موجود موجود في ال database تمام لاحظ موجود اذا تريد من ال database ايضا تحذفه بعد خلاص فتستخدم معها شنو force delete انتهى بعد ذلك تبقى ترجع لل product عادي او تقدر ترجع لأين لل trash trash زين وتتأكد من ال url ددددددددددددددددددددددددددددatherproduct trash بترجع للـ Product Rush Product Rush زين يبقى عدنا الشنو هذا نسوي للرابط ونجي شوف لاحظه هنا هذا copy ننزل لأسفل و delete from database مثلا راح أسمي ف product delete from database أنطيني الـ ID والفنكشن هو delete forever بس هذا بس أجيبه وأجيبه للـ Trash البوتون الثاني اللي صنعت إلى فأقوله save و هذا أحول إلى Danger حتى يظهر بالأحمر فإذا عملت للـ Refresh ظهر عندي delete الآن هو موجود في الـ Database لما أجي أقوله هنا delete لاحظ انحذف فأرجع للـ Home غير موجود trash أيضا فارغ لما أجي للـ Database مفروض هذا ينحذف الـ WW فإذا قلت لأ مرت للأخر Refresh لاحظ بقى عندي بس Apple Pizza فإذا صار عندك بالتطبيق نفسه Edit Show و soft delete تقرأ تسميه delete أصلا أو trash سألة مهمة لعضو بعدين تقدر بالـ Trash أيضا تشوفها وحتى بالـ Trash تقدر ترجعها أو تحذفها نهايي لهنا وصلنا لنهاية الدرس ونقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة